عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني والمنطقة المحيطة به بمحافظة الإسكندرية أشار رئيس مجلس الوزراء لأن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاستعداد لافتتاح المتحف اليوناني الروماني موضحا أهمية سرعة الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل وترميم المتحف وتطوير المنطقة المحيطة به مكدن ضرورة أن تكون هناك توقيتة محددة واضحة للانتهاء من الأعمال كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة توفير التمويل اللازم لتطوير المنطقة المحيطة والبدء على الفور في التنفيذ مؤكدا ضرورة أن يتابع المحافظ الأعمال مع سرعة الانتهاء منها